كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة نبين خطوات ناجحة لاستقبال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الأكرم كيف يمكن أن نستثمر هذا الشهر المبارك بما يقربنا زلفا إلى الله عز وجل كيف يمكن أن نستثمره لكي نقوم بإصلاح النفس وإصلاح السلوك وإصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع كيف يمكن أن نستثمر هذا الشهر الفضيل لكي نولد من جديد ولادة حقيقية نقية مباركة تعالوا بنا إلى رحاب السنة النبوية المشرفة ونستمع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربي صحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين لكي يحسن استثمار هذا الشهر الفضيل يحدثنا سلمان الفارسي رضي الله عنه في مجلس مهيب كان النبي الكريم مع صحابته في أول أيام رمضان فخاطبهم قائلا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوع من أدى فيه فريضة كان كمن أعتق رقبه وكمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان كمن أعتق رقبه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر الموساة قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا التواب لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار هكذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث صحابته ويعلمهم قال لهم هذا الشهر وصفه بالعظمة ووصفه بأنه مبارك فشهر رمضان ليس كسائر شهور السنة فمن صفاته أنه عظيم لأن فيه أنزل القرآن وأنه مبارك لأن الله تعالى في هذا الشهر الفضيل يتجلى على عباده بالرحمة والمغفرة والرضوان في هذا الشهر الفضيل ربنا وضع فيه ليلة هي أعظم ليالي السنة هي خير من ألف شهر هي ليلة القدر الله تعالى فرض فيه الصيام الصيام مفروض لكن القيام تطوع وجعل قيامه تطوع بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن العمل الصالح في هذا الشهر له أجر مضاعف من أده فرضه كمن أعتق رقبه وكمن أده سبعين فرض فيما سواه كل عمل في رمضان يدرب في سبعين الصدقة تدرب في سبعين الصلاة تدرب في سبعين تلاوة القرآن يدرب في سبعين كل عمل كمن أدى سبعين فارض فيما سواه ثم هذا الشهر هو شهر الكرم هو شهر الجود شهر يزداد فيه رزق المؤمن انظروا إلى موائدنا ساعة الإفطار سبحانك يا من خلق يا من رزق ويا من أكرم رزق المؤمنين يفيض في شهر رمضان الأسواق ممتلئة بالخيرات والقفف ممتلئة بالنعيم والموائد ممتلئة برزق الرحمن وهذا الشهر ربنا عز وجل يعلمنا الصبر إنه مدرسة بامتياز نتخرج من خلالها ونحن صابرين الصبر لا يمكن أن تتعلمه في أي جامعة ولا في أي مدرسة ولا في أي منتدى الصبر إنما تتعلمه في رمضان ومن تخلق بالصبر أعطاه الله تعالى من النعيم ما الله به عليم ثم إن هذا الشهر هو شهر المواسات الأغنياء يوسعون مما أعطاهم الله على إخوانهم الفقراء والمساكين لذا الصحابة لما سمعوا شهر المواسات استدركوا فقالوا يا نبي الله منا فقراء كتر ولا نستطيع أن نعطي لمن هو أفقر منا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن أن الثواب يُعطى لأي عمل صالح ولو كان بسيط من فطر صائم على تمرة تمرة فله أجر وتواب عظيم ومن فطر على شربة ماء أو مدقة لبن كل هذا خير عظيم لهذا نجد في المساجد ساعة الصلاة المغرب بعض الأحبة يتطوعون ويعطون التمر على عتبة باب المسجد أو كأس من الماء أو كأس من الحليب هؤلاء أذكياء هؤلاء مستثمرين هؤلاء يسعون لتحصيل هذا الثواب الجزيل الذي وعد به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ففي أول الشهر هناك كرم هناك جود هناك رحمات هناك ألطاف ربانية في وسطه قد يشتد الأمر على الناس بسبب حرارة الشمس والعطش وطول النهار هنا تقع المغفرة ربنا عز وجل يطلع فيباهي بنا الملائكة فيغفر لعباده في العشر الأواسط في أواسط رمضان لكن في الأيام الآخرة من رمضان آخره عتق من النار لما تشتد الحرارة ويشتد الصيام على الناس ويصبرون ويحتسبون هناك رب العباد يعتق الرقابة من النار اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النيران يا رب العالمين ومن أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بععد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين خريفا سبعين سنة يوم واحد تصومه في سبيل الله ابتغاء وجه الله ربنا عز وجل يصرف وجهك عن النار سبعين سنة من المسافات الفاصل بينك وبين النار والعياد بالله هذا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يفرحون كلما أتى رمضان كانوا يسعدون وكان يهنئ بعضهم بعضا كانوا كلما جاء هذا الشهر الفضيل بعضهم يسلم على بعض ويتعنقون والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يزيد في تحميسهم كان يقول كما روى عباد بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته من الأنصار والمهاجرين ومن خلالهم يخاطب الأمة جمعا يقول لقد أتاكم رمضان لقد جاءكم إذا افرحوا واسعدوا وابتهجوا هذا الشهر هو شهر بركة ربنا عز وجل يفتح فيه أبواب البركات وينزل فيه الرحمات ويحط فيه الخطايا والدنوب جميع الدنوب والخطايا والآتام التي ارتكبها العبد المؤمن طيلة السنة تغفر في أول يوم من رمضان رحمة من عند الله وكرما من لدن الرحمن ثم ربنا يفتح باب الإجابة في هذا الشهر يستجيب فيه الدعاء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله